التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر بممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي جوزب بورل تناول اللقاء تعزيز العلاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك كذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة ونعكاس ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر